زي ما ادخل اتحجبي عشان الحجاب يحفظك من ان حد يتحرش بيك يا نهرب يض ودي شبه الفكرة اللي تم ترويجها من فترة ان المرأة زي المصاصة زي الحلويات يعني وان الحجاب يحفظها عشان الدبان ما يتلمش عليها انا اسف ايه ده ايه المدخل ده ما ادخل اتحجبي عشان ما تكونيش سبب في غوية الراجل ده مدخل تاني اتحجبي عشان ما تكونيش سبب وهو مدخل الفتنة ومدخليني على فكرة مش بعاد عن بعض دي مشكلة المدخل ده انه بيخلي البنت تحس كأنها عار وان الحجاب هروب من هذا العار وان الحجاب هروب من الشيطانة يعني انت شيطان فاتحجبي عشان تهرب من انك شيطان مع ان محل وسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا والحجاب عبادة والعبادة ليست هروب العبادة ليست هروبا ولكن العبادة نعمة وسعادة لما ربنا فرض الحجاب على المرأة فرض عليها نعمة اسمها نعمة ايه؟ نعمة الكرامة